اتنين مليون مشترك يا للهول السلام عليكم ايه الاخبار وحشتونا والله وحشتنا الفيديوهات يعني اعذرونا يعني كان فيه فترة كده كان فيه وعقة صحية شديدة حبتهمس الحمد لله ابنتعافى منها و اهو لسه طلعين باول فيديو و اول فيديو هو مناسبة سعيدة جدا ووصلنا وصول شانل دروس اونلاين لتنين مليون مشترك او قصرنا المايل ستون بتاع التنين مليون مشترك اه الشعوري ايه جريت حاجة عظيمة جدا بس في نفس الوقت حاجة مخيفة شويتين لان كل ما بيزيد العدد كل ما بتزيد المسئولية وكل ما تسامح الناس بيقل مع الاخطاء او مع ايا كان الوضوع يعني فالواحد بيخلي الواحد يبقى ايه يعني حريص زيادة عن اللزوم وهو بيحضر لحاجة وبيتحرر الموضوع اوي وده مش شيء وحش خالص ده شيء جميل اه بس يعني بيبقى لتل مور بريشر عليك يعني انت بتحت الميكروسكوب حابتين بس يعني ما تفهمونيش غلط انا فرحان جدا بحاجة زي ديات ومبسوط ان قناة تعليمية في الاساس وصلت للرقم الكبير جدا من السبسكرايبرز دول وفي وقت قليل نسبيا يعني احنا خدنا من صفر لمليون من صفر سبسكرايبر لمليون سبسكرايبرز في حوالي خمس سنين وثلاث شهور يعني الف تسعمائة وتمانية يوم بالزبط يعني ومن واحد مليون لاثنين مليون في اقل من احتاشر شهر يعني الموضوع على يوتيوب مجرد مجرد ما بتكبر لحد معين يعني بيبقى اسهل بكتير انك تنمو اكبر من كده في فترة قليلة سنس ان انت القاعدة بتاعتك بتتوسع بسرعة يعني حتى طبقا لمنصة سوشال بليد اللي مهتمة بالإحصائيات بتاع اليوتيوب والكلام ده احنا نوصل لعشر مليون في شهر 11 2021 ان شاء الله يعني بعد ثلاث سنين من دلوقتي يعني هنجين تمانية مليون نيو سبسكرايبرز في ظرف ثلاث سنين بس وتشنها يعني انا صعب على ان انا استوعبها بس انا متابع سوشال بليد من قبل حتى منوصل لعشر تلاف وصمها والناس دي بتبقى دقيقة في الاحصائيات دي بنسبة خطأ لها تتعدى 6% يمكن اللي ساعدنا شوية ودانا زق حبتين هو عدم اقتصار المحتوى على حاجة معينة يعني المحتوى ما كانش انجليزي بس كان فيه مثلا فيديوهات للناس اللي في الثانوية عامة وكان فيه فيديوهات عن المذاكره كان فيه فيديوهات عن المونتاج والتصوير والكلام ده كله فالتنوع في المحتوى الى حد ما خلنا نوصل لشرائح مختلفة واهتمامات مختلفة وكمان معرفة لا بأسة بها بالس اي او او بالسرش انجين اوبتمايزيشن خلتنا ان احنا نحاول نزبط الفيديوهات بتاعتنا بحيث ان يوتيوب يحبها ويحب يرجحها للناس فهيه كومبنيشن اه كومبليكيتد شوية بس اه الحمد لله وصلنا الاثنين مليون مشترك يعني المجرد متفكر في الموضوع الموضوع يعني فيه فكرة كانت مسيطرة علي جدا الفترة اللي فاتت وهي ازاي تخلي ناس اكتر تتبنى فكرة انها تشارك خبراتها ومعرفاتها مع الناس على يوتيوب في هيئة فيديو الموضوع يعني بالنسبة لي لما اعود مع حد عنده خبرة معينة وعنده معرفة معينة وببقى مبهور بيه جدا اللي بيجي في دماغي على طوله هي ان انا بتخيل الشخص ده لو قدم نفس المعرفة دي في هيئة فيديو يعني هتبقى حاجة عظيمة وفعلا بفاتح الناس في حاجة زي ديه بس الاسف بيبوق الموضوع في النهاية ان محتاج مجهود كبير ومحتاج تفكير كتير والموضوع يبقى متعب جدا بالنسبة لي لانهم ما عرفوش اي حاجة عن انتاج الفيديو فبيبقى الموضوع دي بالنسبة لي والشخص ده فعلا بيبقى عنده حرص ان هو يشارك الحاجات ديت فاما على بوستات كتابية على فيسبوك وللأسف فيسبوك بيقتل الريتش دلوقتي فالموضوع مش مجدي قوي او ان هو يطلع لايف بردو ستيل بيوصل لعدد محدود والكواليتي مش بتبقى لطيفة فالناس يعني فهو بيعمل اللي عليه او اللي متاح بالنسبة له فايه اللي قدر اعمله علشان فعلا نخلي ناس عايزين يشاركوا الموضوع ده يشاركوه من غير ما يتعبهم في اختيار كاميرات ومايقات واش عارف نتعلل بنعمل ايه والكلام ده كله الموضوع كده اتقلوز وتوصلنا في النهاية ان ايه نعمل حاجة يا في تخبيط الموضوع كده اتقلوز ووصلنا في النهاية ان احنا نعمل حاجة زي اللي هي ناس ما عندهمش الوقت ولا الروح ان هو يتعلم بقى ايه حاجات كتيرة من المصادر مختلفة نديله الخلاصة كده الزيتونة اللي هيمشيه وينطلق كانت متسستمه او متفصله علي ناس في التلاتينات athletes في ما فوق اللي هي كان فيه شريحة معينة احنا ايه يعني عندي شوية ماركتينج او عندي شوية معرفة بالحاجات ديت ففصلتها علي هذا الاساس لما كان المفاجئ انه كان فيه ناس من اعمار اقل من كده اكتير وا اعمار اكبر من كده اكتير معانا والموضوع يعني كان غاية في الربعة يمكن كان لياه صحاب زي عمر ابرحيم او الناس غيره عندهم اصلا مراكز بيعلموا ناس انجليزي فيعني فكرة ان انت هتعلم حد فيس تو فيس ديت كانت فكرة صعبة علي جدا وهو قاعد يكلمني والموضوع مختلف تماما وهتنبسط وكده يعني كنت كسول جدا ان انا عمل حاجة زيليات بس في نهاية المطاف فعلا نزلت وعملت حاجة فيس تو فيس وديكت اول حاجة يعني اول حاجة انزل بيها على الارض الواقع قابل ناس فيس تو فيس واشارك معهم اللي انا بعرفه والموضوع مختلف تماما عن الاندلاين يعني موضوع متعب جدا جدا يعني وقف علي رجلك سبع ساعات بتتكلم بتعمل بتحول تشرح للناس دي حاجة انا مش متعود عليها خالص الوضوع كان مرهج جدا وفي نهاية كل راوند كان بيانتبني شعور وانا انا ليه اصلا بعمل حاجة I don't need to do this يعني انا مش مقبر ان انا اعمل حاجة زي دية انا اخترت ان انا اجرب حاجة زي دية فالاجابة يعني ما كانش فينات المطاف هي الفلوس دي اجابة منقوصة جدا لكن فعلا اللي خليني اكمل ونعمل راوند تاني بعد الراوند اللي خلص بديت هي الفيدباك بتاعت الناس فرحط حد ان هو تعلم حاجة وطبق فعلا وبدأ يعمل فيديوهاته prosecurs دي بالنسبة لي نتيجة مباشرة وسريعة للحاجة او مجهود اللي انت بذلته يعني فة يعني ده حاجة بتسعدني جدا اي نعم اثر بالسلب على كمية الفيديوهات اللي احنا بنعملها بس الموضوع بالنسبة لي اشبه بزي اللي بيتمرن في الجيم فبيبدأ يشيل وزن يتقل عليه نسبيا يعني الموضوع بيبقى صعوبة شديدة جدا في البداية لكن مع الوقت بيبقى هو ده الطبيعي بالنسبة لي وبيقدر يمانيج الوزن ده فاستحملونا في الفترة ديت I'm really sorry واستحملوا راغي الكتير يعني اش عارف بقى يمكن الدول اللي انا واخده بيأثر عليها في الموضوع ده بس يعني حاول نشارك معاكم كل الافكار والثواتس ديات سنس انها مناسبة سعيدة يعني وحابين احنا نديكم انسايتس كده الدنيا ماشي ازاي والموضوع في النهاية رجع تاني للونلاين يعني في ناس من العراق والسعودية والامارات واريتريا والسودان والجزائر والمغرب وبلاد كتير جدا متابعين عزاز على قلبنا من هناك يعني حابين جدا فكرة الوركشاب وحابين فكرة ان انت تاخد الايه الباكجج كده في فترة قليلة وتساعدك انك تنطلق بسرعة فمش هيقدروا يحضروا فمن هنا جيت فكرة ان احنا ليه من نصورش الكورس ده بصورة ونرفعه على منصة مثلا زي يوديمي بحيث ان يبقى لهم اكسس عليه كمان حتى الناس اللي حضروا معانا للوركشاب يبقى لهم اكسس على يوديمي يحيث ان هو يراجع برضو اللي هو اخده فـ يعني الموضوع انت ماشي وما انتش مخطط له بس بتطلع لك حاجات كده تنور لك السكة او تنور لك الفترة اللي جاية هتعمل ايه فـ ياه الاصدقاء العزاز اللي متابعيننا من زمان واللي متعودين ان فيه فيديو كل اسبوع انا عارف ان احنا قصرنا لحد ما الفترة اللي فاتت بس كان لهدف اسمة او بنروح للرؤية بتاعتنا او اللي هو لوب دروس اونلاين هو انك تشارك خبراتك مع الناس تشارك اللي تعرفه مع الناس فجزء من الموضوع ان احنا نساعد الناس يشاركوا خبراتهم معاكم ومعانا فـ البروسيس ماشية في نفس التراك بس باساليب مختلفة وفي نهاية المطاف مش هيبقى فيه بس دروس اونلاين واحدة لا هيبقى فيه مئة او الف دروس اونلاين باسماء مختلفة وباشكال مختلفة وناس مختلفين بيقدموا المعرفة ديت علشان تساعد الكل واحنا منهم على اننا نستفيد من خبراتهم اللي فعلا بتفرق بتوفر علينا وقت ومجهود وصعوبات وتعب نفسي لان فيه شخص مر بالحاجات دي وبيدي لك خلاصة التجربة يعني فـ دي دي القصة وعذروني على الرغيل كتير ده ويعني شكرين جدا للناس اللي عملوا سوبسكرايب وساعدونا ان احنا نوصل لعدد اكبر وان شاء الله يعني انتظرونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويت 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 الكووت we forgot it بس لحظة انا موصل جدا بالكووت ده وعجبني الديزين بتاع التيشير ديه من الفوكش يأ فوكس 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 الكووت بيقول من يثق في جناحي لن يهتم لوزنه start where you are use what you have do what you can ابدأ بالمكان اللي انت فيه ابدأ باللي معاك اعمل اللي تقدر عليه احنا بدأنا كده فما تخليش اي عقبات تعطلق امشي وفوسط الطريقة تلاقي اللي بيخب بيدك سلام